بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أولا أهنئ شبيبة العدالة والتنمية على تنظيم هذا الملتقى أصبح موعدا سياسيا شبابيا وطنيا فضاء للحوار بين مختلف مكونات الطيف السياسي في بلادنا فضاء لبلورة مشاريع للإصلاح السياسي والاقتصادي والجماعي والتقافي في بلادنا كما أصبح مدرسة لتخريج الأطر وتأهيلها يولد فيها شباب وشابات العدالة والتنمية مؤمنين بالإصلاح أو فياء للمؤسسات مدافعين عن الاستقرار ملبين لنذاء الوطن من أجل وحدته وأمنه ورفعته والاستقرار اليوم ونحن على مشارف انتخابات سبعاء أكتوبر ما حققه الحزب وهو يتحمل مسؤولية الحكومة إلى جانب حلفائه لأن الحصيلة هي حصيلة جماعية ما حققه ويشكل نقطة من النقطة الأساسية التي دعا إليها قبل حوالي خمس سنوات الحزب عندما جاء جاء بمشروع يقوم على المصالحة بين المواطن والسياسة المصالحة بين المغاربة والعمل السياسي والسند في ذلك على سياسة تواصلية مكتفى بحيث أصبح الشأن السياسي شأن كل بيت مغربي والدور الذي قام به السعب الإله بن كيران في ذلك كان دور مفصلي ولكن أهم شيء في المصالحة بين السياسة والمغاربة هو أن المغاربة بدأوا يرون أترى صوتهم على القرار السياسي هل يش كانت حدسوا على الحصيلة ليس طرفا وليس عملا أكاديبيا نخبويا لا بل جزء من المسؤولية السياسية إذا المغاربة أن نقول لهم الأصوات التي منحت 25 نوانبر 2011 نتجت عنها قرارات اجتماعية اقتصادية سياسية المدخل لمصالحة الشعب مع السياسة عندما يرى أترى صوته على القرار السياسي ولهذا عندما نتقدم بالحصيلة نتقدم بحصيلة يرى فيها المغاربة كيف بدأوا يؤثرون ويحدثون التغييرات المنشودة في السياسات العمومية كيف بدأت تتغير حياتهم اليومية وكيف بدأت تتغير أوضاع المقاولات ديالهم عن طريق ماذا؟ عن طريق الأصوات مغاربة يعزي لا يشاركون في الانتخابات في 2007 كانت نسبة المشاركة 37% ونسبة الأوراق الملغة 18% لماذا؟ لأنهم تحسون بأن الأصوات لا يوجد قيمة اليوم لكي تحملنا المسؤولية بدنا خطاب جديد يقوم على أن الصوت يؤثر على القرار السياسي يقوم على أن المواطن ليس فقط من حقه بل من الواجب علينا أن يكون على معرفة بما يقع على مستوى القرارات المرتبطة بالسياسات العمومية ولهذا لم يسجل تاريخ هذه الولاية ولا لحظة واحدة تخلف فيها الأستاذ عبدالله بن كيران على الأسئلة الشهرية باب العكس تاريخ سيدكر أن البعض بدك يجل وهو يخاف من الأسئلة الشهرية لماذا؟ لأن مصالحة المغاربة مع السياسات تتم عبر إشراكهم فيما يقع والمصار في هذا اتجاه انطلق نعم ما وصلنا لهم مئة في المئة ولكن قطعنا خطوات اليوم ولله الحمد من حقنا أن نفتخر بفضل الله عز وجل بحصيلة مشرفة وإيجابية ومتقدمة نعم هناك تحديات ما زالت مطروحة فليس كل شيء ميتالي ولكن المصار تقى التي منحها المغاربة في 2011 وأكدوها في 2015 رأوا تمارها في 2012 كنا نتحدث عن وعود عن شعارات أما اليوم فهي هذه الحصيلة هي نتائج ملموسة تؤثر على حياة المغربية اليومية الحمد لله لم نعد في حاجة للدفاع للحصيلة أرغم المحاولة التي تشويش والتغطية بالغربال ولكن الشمس لا يغطيها الغربال الحصيلة يدافع عنها المغاربة واليوم الحزب بمعية الحلفاء دياله يتقدم وهو مرفوع الرأس إلى المغاربة بهذه الحصيلة الإيجابية والمشرفة الحصيلة المبنية على أرقام المبنية على مؤشرات مادية من الموسى المبنية على إنجازات على الأرض وليس مجرد شعارات أو وعود ومسؤوليتكم أنتم كشبيبة هو تعميق تملك هذه الحصيلة وهذا والتحدي المطروح اليوم لهذا السبب حارسنا على إنجاز هذه الوثيقة وهي الآن هذا المساء انطلقت في الشبكات الاجتماعية وتم وضعها في مواقع العنترنت هي حصيلة رقمية لكافة مكونات الأغلبية وسنتقدم مرفوع الرأس إلى المغاربة بها كما قلت الأرقام والمؤشرات والإنجازات ماتلة ملموسة تكدِّب أوهام تحكّم والريع والفساد ولهذا عليكم أن لا تسمحوا بأن يحوّل البعض إنجازاتكم إلى إخفاقات وانتصارات وانتصاراتكم إلى هزائم ونجاحاتكم إلى سقطات هذه مسؤوليتكم مثلها مثل مسؤولية أحزاب الأغلبية القضية القضية ليست فقط قضية برامج أو مرشحين بل أيضاً قضية حصيلة وبراء وإنجازات لأن صوت المواطن أصبح له اعتبار والأغلبية الصامتة التي كان لا يسمع لا يسمع لها صوت اليوم كي تسمع له الصوت غشت 2015 سمعنا ندوة صحفية ما قالت قال لك نحن سيكون صوت العقابي ونحن غير مستعدين لكي نتحمل المسؤولية هل ترى بداية غشب بعد انتخابات الغرف المهنية عقلين لك 10 شهر في 14 أمبر ما يقع 19 مدينة من أصل 35 مدينة التي الساكنة تفوق 100 ألف حقق فيها الحزب الأغلبية المطلقة وانتقلنا من مليون وسبعين ألف صوت إلى مليون وستمئة وسبعين ألف صوت وبعد أن كنا في 2009 عندنا فقط 1500 مستشار أصبحنا في أزيد من 5000 مستشار كانت رسالة الشعب المغربي هي جديد التقى كي من مناطق لم تصلها الحملة انتخابية للحزب ولم يصلها مرشح الحزب ولم تصلها الأوراق انتخابية للحزب ورغم ذلك ذهب الناس وصوتوا على اللائحة الجهوية لأن لم يكن مرشح مدرج حملة وفوج الناس كل منطقة التي كانت فيها الحملة في العاصمة كانت في الحزب ألف صوت كان عنده أو ألف وربعمية فالسلع اللائحة الجهوية لقوا سبعتاش الأف علينا ألا نخذ للشعب المغربي ولهذا الدين الذي ظهر في 2015 الدين لنائزة الشعب المغربي كي تسالنا أننا ننزلوا للأرض كي مدرنا هذه الخمس سنوات ونتقدموا له بهذه الحصيلة القوية قلت بالنسبة إلينا السياسة الحقيقية ما هي وتشعر لكي نركز على الحصيلة السياسة الحقيقية هي خدمة المواطن السياسة الحقيقية هي دعم المقاولة لكي تنتج فرص الشغل السياسة الحقيقية هي دعم الاستقرار السياسي السياسة الحقيقية هي دعم الاستقرار الاقتصادي السياسة الحقيقية هي المساهمة في رفع رأس البلد عاليا والحصيلة ديالنا هي هذه الخمس أمور وبلغة الأرقام قلت الحمد لله طريق الانجازات الحاصلة ما كان سهل لأن ما يريد أن تعمل ما يريد أن تعمل تعمل ثلاثة الحقيقية ثانية أن يشوشوا على وفائك للمؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية الحمد لله تشي من شحوش ثالثة أن يتيروا لأزمات داخل الأغلبية ورغم أن هذا الأمر تعرضنا للمشكل كبير 2013 سببه ولكن الحمد لله تجربة الإصلاحية ل السمرات في المنطقة في هذه الخمس سنوات تجربة المغرب هذه ثلاثة الأدوات ونحن بالنسبة إلينا هذه العناصر التي عبرها نتقدم لا كانت تنازع مع المؤسسات وكما قال لهم سي عبدالها بمكيران في البداية قال لهم لعوال علي ندخل في التنازع يقلب على رئيس حكومة آخر جوج اتقى للشعب والتواصل مع الشعب والارتباط بالشعب والذي عوال علينا سنبدلوا الجلدة ديالنا رامسكين ما عرفش التاريخ ديالنا والتالتة الأغلب يلي اشتغلنا معها ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح في حال المنورات والأليات تحريش ولكن السفينة استمرت موحدة ومزالت في إطار من المسؤولية والتعاون والوفاء بالعهود والوفاء بالالتزامات وقد نذكر بهذه الأمور الثلاث تعاون مع المؤسسات الارتباط بالشعب وعدم تنازع على المستوى التحالف الأغلبية هذه الأمور التي عبرها كانت تفسر هذه الحصيلة الإيجابية والمشرفة ما هي هذه الحصيلة؟ سأتحدث معكم في الحصيلة هناك مستوى مستوى عام فيه قد ينبشي شوية على السيدريس الأزامي ومستوى خاص يهم القطاع الإعلام والاتصال في المستوى العام فش تحملنا المسؤولية كيفش كانت الوضعية لأن القراءة الحصيلة تجيب المقارنة مع وضعية الانطلاق العجز الميزانية كان 7.7% دون احتساب مداخل الخوصصة ما تعنيه 7.7% في 2012 كل نقطة تسعود المليار درهم لا لديك 7.7% العجز عندك تقريبا ما حال حوالي واحد سبعين مليار درهم خصتك توفرها منين ستجيبها إما ستسلف أو ستذهب الميزانية الجماعية تقطع منها أو تمشي الميزانية الاستثمار سبعين مليار سبعين مليار سبعين مليار سبعين مليار سبعين مليار مليار واحد كتبني به مستشفى جامعي مليار واحد مليار غيرنا به الحياة سبعين مليار ثلاثم ثلاثم ألف طالب لأنه في البداية كان مية وثمانين ألف طالب مية وثمانين ألف الميزانية المينح كان في حدود سبع مئة مليون درهم اليوم حوالي مليار سبع مليار ووصلت الجوج هذا المليار الذي تزاد ما يدار؟ تم زيادة 150 ألف طالب ممنوح جديد كانت 180 أو 330 أتوقعوا أن تتفقوا كثيراً وقلوا على الأرقام، صبروا! هذه المنحة التي من بداية الثمانينات مع مر تزاد فيها، تم زيادة بـ 50% بمعنى ما حال هذه؟ الميزانية كنت تمشي فين في آداء العجز الميزانية هذا العجز ما يخلص؟ يخلص على واحد عنده كات 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 سعطيه الدولار ربعة درهم في كل يطرد ليسونس في ألفين واثناش تنين وثلاثين مليار درهم لماذا هذا العجز وصل إلى سبعة فاصلة سبعة؟ لأن تنين وثلاثين مليار درهم من هذه السبعين ليس لكي نحل المشكلة القزوال والإصلاح الكبير الذي يقع والذي يجعل العجز يهبط من سبعة فاصلة سبعة الثلاثة فاصلة خمسة هذه السنة أربعة فاصلة تقريباً ربعات النقاط بمعنى ضربة واربعة في تسعود هي أشحال؟ ستا وثلاثين مليار درهم هي الميزانية دي القطع الصحة ثلاثة دلمرات ميزانية كل مستشفيات المغريب ومستوصفات المغريب والمراكز الصحية للمغريب ثلاث مرات ولهذا الناس الآن اللي يجاوك يتبجعوك يقول لك المديونية وفعلته ودرته واش بغي تغطي الشمس بالغربال؟ إنقاذ المالية العمومية من الإفلاس العجل فصل سبعة فاصلة سبعة والعجل دي الميزان دي الأداءات اللي بيه كان خلصوا الفاتورة دي المواد الطاقية وغيرها كان وصل تسعود كتر من تسعود في المياه الآن شحال؟ جوج في المياه كيف هاش؟ هذا الشيء بالمقاييس الاقتصادية معجزة حتياطية العملة الصعبة كنا في منطقة الخطر كنا في حدود أربعة أشهر وصلنا إلى سبعة أشهر واثناشة اليوم المعدل ستكون عندك ست شهر لماذا؟ حتياطية العملة الصعبة كيف تتخلص الواردات التي تحتاجها؟ كنا قل معدل أربعة أشهر وصلنا إلى سبعة أشهر واثناشة اليوم وغادي إن شاء الله وصلنا إلى ثمانية أشهر قلت كيف تحملنا المسؤولية؟ لم يكن فقط هذا الوضع الاقتصادي الصعب كانت أمور أخرى على المستوى الاجتماعي أن المداخيل أن المالية العمومية بسبب شيء كانت على حفة الإفلاس بحيث في شهر يونيو 2012 كنا مهددين لكي لا نقضي الأجور ونأخذ نقص الوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي في استفاصل جوج مليار دولار الحمد لله ما استعملناه؟ لماذا؟ لأن النفوض عيّة صعبة هذا العام لأن الكثيرين يقولون ما هو محاربة الفساد؟ ما هو الدار؟ ما هو الدار؟ بالمقاييس التاريخ الاقتصادي في البلاد؟ كبير كبير في 2012 لم يكن تحملنا المسؤولية كانت تشري برميل البترول بمئة وخمسة بمئة وعشرة وأكثر دولار البرميل وكان بيعوه على أساس أن نشرناه بـ 62 دولار من 62 إلى 110 إلى 115 كانت تخلص الميزانية العامة كل دولار كان يكلف ميزانية الدولة 600 مليون درهم هذه الأرقام 600 مليون درهم عاقلين على الحساب لكي لا تستطيع التلفوف الأرقام مليار كيس وصبيطها جامعي مليار كيس ومية وخمسين ألف طالب عنده منحة عنده منحة زائد زيادة في خمسين في المياه الحمد لله تم إنقاذ المالية العمومية من الإفلاس وتحسن الوضع الاقتصادي ولا يجادل في ذلك أحد اليوم تم الإعلان على تقرير بنك المغرب لسنة 2015 وكي يقول بوضوح تدفق الاستثمارات الخارجية قبل أن تجهد الحكومة ما كانت الاستثمارات الخارجية في المغرب؟ الربع السنين التي قبل ما حال؟ 114 مليار درهم الربع السنين الأولى التي تحملت فيها الحكومة المسؤولية ما حال؟ 146 مليار درهم زيادة 28% هذا تدفق الاستثمارات الإجنبية ساطع المغرب يقولون في القمة على مستوى الجذب الاستثمارات الإجنبية وهذا ما يحدث؟ بالاستقرار السياسي بالثقة في الاقتصاد الناس لا بدأت ترى أن الأفاق الاقتصادية المغرب مستقرة الوكالة في 2012 قالت الأفاق الاقتصادية المغرب سلبية في 2013 قالت لك مستقرة وإلى غاية اليوم الحصيلة والله الحمد من ناحية الاقتصادية والثقة نمت وهذه الحصيلة بهذه المؤشرات الرقمية أين كنا؟ وأين أصبحنا؟ واحد من الأمور التي يترونها لأنني أدرت لكم على الاستثمار والاحتياطات العملة الصعبة والعجز الميزانية والعجز الميزان الأداءات النمو ما معدل النمو في ربع سنة الأولى؟ معدل النمو المعدل الأربع سنوات كان 3.7% هو أحسن معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط الشمال الأفريقية نعم، ما وصلنا الشرق الخمسة في المئة اللي كنا بغين ولكن رأى ثلاثة دي السنوات دي الجفاف غير مسبوقة إزمة اقتصادية كبيرة في أوروبا وإزمة كبيرة حادة في المالية العمومية ورغم ذلك خفضنا العجز وحافظنا على معدل النمو متقدم على مستوى المنطقة لأنه لا يوجد شيء اقتصادي يهبط العجز بربع النقاط ويرفع النمو بشكل كبير ولهذا كانت هذه الحكومة حكومة الإنقاذ الاقتصادي لم يحققنا هذه الأمور المديونية هذه هي من النقاط التي يحاولون الآن أن يبدوها وفي طريقة غير مسؤولة يقول لك هذه الحكومة غرقت البلاد في المديونية على الديون يا الله لماذا تحمل المسؤولية كان صفر ديرهم ديون لماذا تحمل المسؤولية كان تزيد من 400 مليار دينام ديون وكان المغريب بسبب الإزمة المقاصة كي تزداد المعدد المديونية بربعات النقاط سنويا من ألفين وتسعود لماذا بدأت الإزمة القصصية في أوروبا ورتفعت إسعار البترول سنويا على هذه السبعة فاصيلة سبعة في المياه ملينات تخلص ديال العجز المقاصة ثم تأتي تسولني تقول لي ما درتي كيف هذه المديونية في ألفين وخمستاش استقرت فأقل من ربع و السين في المياه من نتيجة داخلية الخام لكي في ألفين وستاشر تبدأ في تراجع لأن فشح من المسؤولية لقينة المصار لتفاقم ديال المديونية في حالة سيد وقى واحد سيارة غادة للهوية وبدأ يستطيع إجراءات يخفض في سرعة تأتي تقول لي وراء السرعة أنت لا تخفضتها لا تتقلوا في سفرة تقول لي لا لأن لا تخفضتها لا تتقلوا كل شيء يتقلب بدنا ما صار تدريجي الذي أعطى اليوم واحد من النجاحات لأن المديونية بدأت تتراجع والأهم هو أن المديونية اللي قبل ما نجيه كان ممكن تستعمل في السهلاك وفي التسيير وفي أدع نفقات الأجور جسد الحكومة وتحملت المسؤولية ديالها والقانون التنظيم المالية نص بوضوح ما يمكنش تستعمل الدين إلا في الاستثمار أو في الأداء ديالدين سابق وهذا نجاح كبير إلا بمقصد القانون هذه الحكومة هي التي تقدم تقرير سانوي للبرلمان على الوضعية ديالدين تقرير سانوي وهذا إنجاز ما تشأتنا لكم ما تجعلوا البعض يحول إنجازات ديالكم لإخفاقات لأن هذا نجاح كبير أننا تحكمنا في المديونية وبدل ما صار التراجعي ديالها نحن نجاح كبير في 2011 كنا نسمعوا في الإعلام أن الناس تخرج فلوسها لبرا تسمعوا باتش وطرحنا مشروع المساهمة الإبرائية التي لديها فلوس يسجلها ويؤدي عليها ويدخلها لبلاده وكان هذا امتحان الحكومات تجعلها صعوبة أنها تقوم بهذه المبادرة لماذا؟ لأنها أعطت رأسها لأمتحان الحقيقية لأن كنا نتقى السياسية وكنا نتقى الاقتصادية اتقى السياسية كتجيب الانتخابات والتقى الاقتصادية كتكون كأعطالك رجال الأعمال أصحاب الأموال والرأس المال بطبعه جبان لماذا لدينا هذه المبادرة؟ لدينا واحد الهدف متواضع لأننا نريد أن نشجله خمسة المليار مباركة ماذا نقع في نهاية 2014 ماذا نقع؟ لم تشجلت خمسة ولا خمستاش تشجلت 27.8 مليار دي الدرامة تشجلت مليار درامة تشجلت صندوق التماسكول الشماعي والذي كان من نفقة الدعم الأرامي وتعطيها ذليل التقى والنجاح الخدمة الكهرباء لماذا تحملنا المسؤولية؟ لم نقع المشكلة للمقاصة التي يعطي العجز الميزانية حتى وصلنا إلى خمسة مليار درامة لم نقع الكهرباء في مقاصة يقول لك أنك لم تتم تراجع أسعار البترول هل تسمع هذا؟ هل تسمع هذا؟ هل تسمع هذا؟ في 2014 و 2014 لم تكن أسعار البترول خافضة ولكن تحكمنا في العجز وهذا لم تكن سهلا لأننا قمنا بإصلاح تدريجي والذي يقول هددنا القدرة الشرائية هذا لا يقول كلام صحيح لماذا؟ لأننا فجدرنا هذا الإصلاح كانت لدينا فقط المقاصة ما حال؟ ما حال في هذه الخمسة سنين مئة و السنين مليار درام لدعم القدرة الشرائية البطة والخبز والسكار و السكار ما حال الحاملات تدرت علينا بأن الخبز ستزاد لا تزاد أن البطة ستزاد لا تزاد هل سمعت هذا الشيء؟ اليوم ما حال؟ حال ميزان يد صندوق المقاصة التي تعلن عليها في هذه الخمسة سنين مئة و السنين مليار درهم لماذا؟ لدعم القدرة الشرائية و لماذا ندر هذا الشيء؟ لأن الدار الإصلاح الأساسي المرتبط بالمالية العمومية قلت لكم هذه حكومة الإنقاذ وأيضا حكومة الإصلاح المكسب الوطني للكهرباء كانت عنده الديون 51 مليار درهم كنا في 2014 مهددين بتوقيف هذه الخدمة بتوقيفها الردو الأخرى توقف فيها الخدمة الكهرباء بساعة تولت قلت لنا مخطط الإنقاذ المكتب فيه الدولة تحمل ثلوتين عملية الإنقاذ 27 مليار درهم والثلوت تحمل الفئات الغنية والتي لديها السهلة الكبيرة ومعقول نخلصوا المعلى واحد عنده مسبح تحملنا المسؤولية و قلت لنا الإصلاح و كانت بعض الاختلالات في البداية و عملنا على التخفيف منها و في نفس الوقت استمر المكتب في الخدمة و في نفس الوقت فش دارة العملية الإنقاذ اليابان و كوريا الجنوبية و فرنسا كان عندهم استثمار 23 مليار درهم لبناء محطتين حراريتين ستعطي 25% من الحاجة الطاقية ولكن هذا الاستثمار الذي كان من 2008 لم يريدون لماذا؟ لأن المكتب الوطني الكهرباء هناك أزمة فش دارة العملية للإنقاذ في مي 2014 شوتمبر 2014 توقع الاستثمار الأهم هو أننا سنقوم بإنقاذ و نقوم بإنقاذ و نقوم بإستثمار زائد مئة ألف أسرة في العالم القراوي ما عندهاش ضوء والماء ضوء بالأساس و اتخذنا قرار لكي في هذا العملية الإنقاذ يوقع طيلة أربع سنوات مد هذه الأسرة بالكهرباء هل ترون ما نقول لكم هذه الأرقام الكبيرة بالأطار ديالها لكي كل واحد فيكم يقول أنا واحد الورقة في خمسة وعشرين نوان بين 2011 وضعتها في صندوق تصويت التي أعطيت هذه الحكومة هذه القرارات التي جرت واليوم سبعة أكتوبر سنقوم بإنقاذ هذه الورقة مرة ثانية لكي تأتي قرارات أخرى هذا هو المنطق وهذا هو العمل السياسي المطلوب مننا هذه السياسة الحقيقية التي ترتبط بسياسات عمومية على الأرض قلت ليس فقط إنقاذ المكسب الوطني الكهرباء ولا إنقاذ المالية العمومية ولا إجراء المساهمة الإبراعية بل أيضا إنقاذ النظام للمعاشات المدنية تحملنا المسؤولية ولقينا أزمة في صندوق التقاعد ربعمائة ألف متقاعد ما يوصلهم للمعاشات وتحملنا المسؤولية لنا ودرنا خطة إنقاذ تدريجي فيها شيء من الصعوبة ولكن في نفس الوقت تحملنا المسؤولية وتم اعتمادها من قبل البرلمان واليوم ربعمائة ألف أسرة في ألفين وثلاثة وعشرين ما غاديش يكون خايفة على المعاشات ديالنا ما غاديش يكونوا مضطرين ينزلوا الشارع باش يقولوا فينا هي المعاشات ديالنا ودرنا هاد الخطة ومعها رفع ملحد الأدنى للمعاشات من ألف درهم لألف وخمتمية درهم ألف وخمتمية درهم قلت هذه الإجراءات الكبرى والتي معها تنزل الدصور الناس كانوا يشكوا في البداية هذه الحكومة لا تقدروا القوانين التنظيمية اليوم أزيد القوانين التنظيمية تقريباً قواننا جوج جاين في الطريق للحكومة هذه الأيام المقبلة نجحنا العملية تنزل الدصور على مستوى القوانين ونجحنا المشروع للتنزيل الجهوية المتقدمة الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس الجهات ونطلقت العملية للإصلاح للقضاء ونطلقت العملية للإصلاح للإعلام هذه الإصلاحات الكبرى ولهذا عندما قلت نتقدم ونحن مرفوع الرأس لأن الوقائع شاهدة وشاخصة وماثلة الوقائع هي أننا نلتزمنا في 2011 بأن الحد الأدنى للعجرة يصل إلى 3000 درهم 3000 درهم في 2014 تم تصبيق هذا الالتزام نلتزمنا في 2011 أننا سنصل إلى 1500 درهم في الحد الأدنى للمعاشات صدق البرلمان على القانون فجينا وفرنا الموارد المالية للحوار الاجتماعي ومنها 13 مليار درهم ومنها الرفع من الحد الأدنى للمعاشات كانوا الناس يأخذوا 1050 درهم 100 درهم 200 درهم اليوم لحد الأدنى للمعاشات 1000 درهم وغادي بشي ولي 1500 درهم هذا هو الوثاء بالالتزامات التي تعلن عليها في برنامج الانتخابي كانت تقول 3000 درهم درتها في القطع العام و16% في القطع الخاص كانت تقول لحد الأدنى للمعاشات كانت توفي به صندوق تعويض على فقدان الشغل أمزع من 10 ألاف شخص سابدوا منه في 2015 نص مليار درهم كانوا أمزعون 10 سنين صندوق التكافل العائلي من 2004 أمزع من 5000 مطلقة صندوق التماسك الجماعي أمزع من 4 مليار درهم حوالي 50 ألف أرمالاء سعود المليون في المغاربة الآن مؤهل للاستفادة من الرماد مئات الآلاف العمليات الاستشفائية تتحملها ميزانية الدولة الآن تسعود المليون مؤهلين هذه المشاريع التي انطلقت الحصة للأشخاص في وضعية إعاقة في المناصب للشغل الاحتساب ديالها وتنظيم مباراة وطنية تمكن حقهم من سبعة في المناصب في الشغل هذه الإجراءات الاجتماعية الملموسة تزيادة في المناصب وضعفت ميزانية تغذية برنامج تيسير وصنال 820 ألف تلميذ وتلميذة هذه إجراءات كنقيصها 2000 دولة هبطت الثمان ديالو كانت دولة كانت بـ 800 درهم ولا 200 درهم هذه إجراءات يحسبها المواطن أو المواطنة اللي عنده مرض مزمين وكان يمشي كما قال لي يا واحد قال لي كنت تنمشي كان حط 800 درهم دابا كان حط 200 درهم هذه كرسالة واضحة في أن الحصيلة يدافع عنها الشعب لأنه في البداية قالوا أننا لا تقدوش تبطل أتمينات الأدوية وتحداونا في 2014 أن القائمة 1300 دواء لا ستخرج في الجريدة الرسمية وخرجت وما بقيناش في 1300 ولا في 1500 فأزيد من 2000 دواء هذه هي الحصيلة فلنقول لن تنمشي المغاربة برأس مرفوع لأن حصيلتكم فاقت طموحاتكم وليس ذلك فقط ليس ذلك فقط لأن الميزانية الصحة اللي كانت عشرات المليار ولا دابا 14 مليار كالمغربي في مدينة بحل نظور كيمشي العن الطباب ويقول لي يعطيني وصفتين للدواء وحداء كيمشي بها المدينة مليليا المحتلاء باش يشري الدواء رخيص من تمن دياله في النظور اليوم ما بقاش المغربي يقوم بهذا العمال لأنه نلقى حكومة عندها الكبداء والأولوية للشعب باش يحقق هذه الإجراءات قلت حصيلتنا لهي حصيلة كل حلفاء في الأغلبية حصيلت حتى المعارضة لصوتات على عدد من الإجراءات في البرلمان في القوانين وهذا منطق لأن هذا رصيد ونحن ما جناش باش نقول ورهبدينا من الصفر وما قبلنا كان أسودا وما بعدنا كان أبيض بالعكس جنلقنا رصيد من المكتسبات حافظنا عليها ولكن ازنع لها إنجازات وفي نفس الوقت ما زالت كينا تحديات المستقبل هذه الرسالة قلت الأمر لا يتعلق فقط بإجراءات الاجتماعية وأنا كان أعطيكم هنو تف وليس فقط بإجراءات اقتصادية كدعم المقاولة وأداء الديون واش عارفين فجينا هي في القطاع المحروقات كانت حوالي 20 مليار درهم للديون يقول لك لماذا لأن أبنك لا تستطيع تسلّف المقاولات حيث حال هذه كانت لديها الديون وتحملنا المسؤولية في أداء الديون هي تعد المليار درهم في القطاع التكوين جوج المليار درهم في القطاع الكهرباء 20 مليار درهم في القطاع المحروقات لماذا الناس تخلص ديون لهم كيف أبنك ولهذا ما هو إنجاز أننا نقضنا المقاولات من الديون التي تتخلقها وتتخلقها يأتي ويقولون يعيرنا بها يقولون لماذا تلقيتهم وماذا تبقى ورهناء لديونهم هذا لماذا نقول ما تخلوهم يحولوا الإنجازات ديلكم إلى إخفاقات رغم أن عندنا اتقاء وعندنا اتقاء في الشعب المغربي للغربال ما يغطي الشمس ديال الإنجازات في المجال السياسي المجال السياسي فيه أمور كثيرة ولكن سنتوقف على جوج الأمور كبيرة سنظر على مكافحة الفساد وستنظر على الإعلام الذي سمحت لي في دقائق مكافحة الفساد دارت فيها إجراءات كثيرة في القضاء عدد القضايا الرشوة وصل أزياد من 30 ألف قضية في 3 سنين الملفات المجلس الأعلى للحسابات أزياد من 40 ملف في 5 سنوات في 4 سنوات حولنا كثير من عدد الملفات ديال 9 سنوات ولكن ليس ذلك فقط تصدر القانون التنظيمي لكي يضمن التتبع ديال التروات ديال القضاة تقريبا 29 قاضي تم عزلها إما الأخطاء أو لإشكالات موجودة في التروة دياله قبل مجاد الحكومة في الحكومة السابقة 5 قضاة وليس ذلك فقط ليس ذلك فقط بل المقتضد القانون الجنائي اللي الآن في البرلمان ديال الإطراء الغير المشروع بالنسبة للناس اللي كي صرحوا بالممتلكات ديالهم كي تحملوا مناصب المسؤولية وينبغي أن يقع تتبع طرواتهم دار مرسوم ديال الصفقات العمومية تم اعتماد النظام جديد في المباريات قبل أن نذهب كان واحد النظام بسيط يتيح لإمكانية توظيف بدون المباراة اليوم دار موقع تشغيل العمومي والمباراة تتعلن ويتعلن أسماء المرشحين وأسماء النجحين وما بخاش هذا المغربية أو المغربية التي في الجبل لا لديه القدرة يستطيع اعتصام في الرباط يقول رات تحكم علي ما عمرنا نخدم هذا تكافؤ الفرص دار مبدأ الأجرة مقابل العمل أزياد من 1600 موظف تم تشطيب عليه ودار النظام التبليغ على الموظفين الأشباح المتغيبين في موقع الإلكتروني ودار نظام الإعلام العمومي وصفقات العمومية ما هو النظام طلبات العروض تصوروا معايا قبل كان النظام المتغيبين المتغيبين الانتفاق المباشر إذا كان أعرفك لقد قمت معك أو قدمت مشروع وعجبني سأتوقع معك لا يوجد منافسة لا علانية لا يوجد منافسة تفوز بصفقة وانت لا تخلص الضرائب والتواحد لا يعرف وانت لا تخلص النساس معك وانت الذي لديك مشروع حتى الجواب لا يعطي لي وانت لا يأخذ حتى الإمكانية الطعن لا يوجد نظام نظام دفاتر التحملات 160 برنامج في عام ونصف 620 مليون الدنم 62 مليار على لفائدة 70 شركة وليس لا يمكن شركة تفوز بصفقة لما لا يتخلص الضرائب والتنساس ولا شركة تقصات لتجعل القضاء انتقلنا من النظام إلى نظام وانت احتفش بذلك لأن في الأول قل لي الخلفية يقتل التلفزيون الخلفية كما قرأت هذا الصمان أو الذي قبل منه الخلفية يريد تهدم التلفزيون الخلفية يريد تشريد العائلة سمعت هذا لماذا؟ لأن شركة انتاج كانت تتخذ الصفقات بطريقة مباشرة بدون منافسة بدون طلبة عروض ودخلنا لطلبة العروض شركة على نفس البرنامج قبل طلبة العروض مليار و350 مليون من بعد طلبة العروض مليار و50 300 مليون الفارق 300 مليون بمعنى كانت تدخل عليها 10,000 درهم من بعد وقع لي عريضة ويقول لك أنا أدد حرية الإبداع حرية الإبداع أو حرية الريع انتهى وحتفش تشرت هذه الإشكالية كان لبعض قال لي يا أراد شيكين يفضل تحمل تنمشي قد يحيد البرلمان هذا الأسبوع يوم تولت صادق وبالإجماع على مادة تقول بوجوب إعمال طلبات العروض عدم الاحتكار نظام الحصص عدد الحصص الأعلى الذي لا يمكن أن تتجاوزه شركة 15% المقاولة الجد الصغيرة 20% المقاولة الصغرى والمتوسطة كما صادق على أن التقرير سنوي يترفع ويذهب إلى البرلمان ويقول أن النتيجة تطبيق هذا واحد من الإنجازات الحكامة الجيدة الحكامة الجيدة لوحده إصلاح ولكن لا يوجد الإصلاح ذكرت هذه الأسابيع الأخيرة تحمل على قضية حق المغاربة في تقدم بشكايات الله هكلا العليا الاتصال سماعي البصر الإعلام مستقل لا يمكن الحكومة تدخل الدول الديمقراطية وزارة الإعلام أو الاتصال في فرنسا وزارة الاتصال والثقاف트 في بريطانيا وزارة الإعلام والثقافة ورياضة والشباب وفي إسبانيا كتابة الدولة في الاتصال ولكن لا ي número الook للعظة للإعلام الدمقراطية لستمت邀 وزارة ي disruptive review الإعلام هذا هو والفرق لأن البعض يتخلط بين تنت قال Johnson وزارة الدعاية انتهت والدول الديمقراطية تدعم وزارة الاتصال التي تدعم الاقتصاد للإعلام كما في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا قلت ما الذي يدخل هو الهيئة العليا الاتصال سماع البصر ولكن أنت كمواطن قاصر محجور عليك لا يمكن لك أن تضع شيكاية كوكتيف بريطانيا تضع شيكاية كوكتيف فرنسا تضع شيكاية وكيف المغرب كتيقاصي جئت بواحد المشروع بسيط لأن من حق المواطنين ومن حق الجمعيات يتقدموا بشكاية لأن الخلفيب يدير التحكم عن طريق المغاربة وتكتبات افتتاحيات لا أردت عليها لأنك لا يمكن لك أن ترد عليها لا يمكن وكثيرا وكثيرا لا يمكن وكثيرا 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 لا يمكن البرلمان صادق على ذلك بالإجماع وكما قالت الواحد قال لي يا بالله علي هذا المواطن المسكين الذي موجود في الجبل كي تقول لي حط من جيبك تمويل دي الإعلام والحق الشيكاية يكسبها في صفحة وصفت الله هكذا تقول لي ما عندك حتى هذا الحق ليه هو أبسط الحقوق دي المواطنة والديمقراطية وتقول لي ما عندك تأخذت القرار ودافعته بالسيماتة وكان السند ديالي هو الدصور للمادة 154 كتقول 154 155 156 أن المرافق العمومية كتلقى الملاحظات المرتفقين والتظلمات والاقتراحات والأكثر من ذلك لجنة الأخلاقيات دارت إسم في القانون التي تصدق عليه في البرلمان وحتى هي كتلقى الشكايات وملزمة تقرار سانوي ولها كملزمة الآن بالقانون تقرار سانوي على شنو المعال للشكايات قبل 30 يونيوم كل سنة هاتجوش إصلاحات نزيد عليها أنه في هذه الولاية ولا جريدة وطنية وقعت المصادرة ديالها هالحرية في هذه الولاية ولا موقع إلكتروني تخت قرار إداري بإيقافه كانت حالة واحدة ولكن مصطرة قضائية في هذه الولاية مدون الصحفة والنشر اللي كانت عقدة من 93 اعتمدها البرلمان بالإجماع وفيها تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية تم تعويضها بعقوبات مالية تم التنصيص على أن أي شيء تم التنصيص على عقوبة فيه لا يطبق أي قانون تم التنصيص على أن الإكرار البدني لا يطبق في حالة العجز عن الأداء هذا هو الدعم تعزيز الحرية في السابق الناس كانوا يقولون استقلالية الصحف شعار اليوم بطاقة الصحفة يسلم مجلس وطني الصحفة بعد صدور القانون هذه إن شاء الله تكون آخر سنة كيف صحفي مقع لف البطاقة وزير الاتصال وكان قول له دير الرقابة على السلطة تنفيذية استقلالية الإعلام حماية حقوق الأفراد المجتمعية إصلاح قانوني عميق أدى إلى الاعتراف القانوني بالصحفة الرقمية فأنتقلت المسؤولية كان صفر موقع إلكتروني معترف به اليوم كثر من 250 موقع إلكتروني فأنتقلت المسؤولية كان أخطر المجرمين عاقلين عليه وجيت قلت واك واك واش تكون عندنا برامج تعلم الجريمة كتقدم المجرمين أبطال واليوم تلغى هذا البرنامج ونشكر لهاك ونشكر الإعلام العمومي الذي كانت معايا في التوجه والدار برامج جديدة تحذر من الجريمة وهذا الأسبوع صادق البرلمان على مقتدى قانوني كي يمنع الإيجادة بالجريمة تقديم الأبطال تلقين 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 وخل أوليبياء القاصرين يعطي الإذن منوع تقديم تلقين عدم البيت تلقين في الوقت فيه البرامج القاصرين وهذا إصلاح نوعي الموضوع الجريمة في الإعلان. أيضا جيت لقيت الأمازيغية قناة الأمازيغية في وضعية صعبة. اليوم وصلنا جوجل مليون ستمائة ألف وما بقيت شغيته كل مغاربة لأن الأمازيغية رصيد لكل المغاربة. وتحملت المسؤولية أيضا في قضايا متعددة ولكن الحمد لله اليوم أنا أمامكم ورصيد عشر قوانين ربعاء القوانين في مجال السمع البصري من القانون اللي منع الإشهار لي نصيبوا الريهان واشكتوا عقلين تسعمائة ألف قاصر كتشاهد لإشهار ديال الريهان ولياناصيب. وقال لك لا أنت بغيت تمنع الصحف اليوم بالإجماع في الإعلام العمومي وفي الإداعات الخاصة وفي الصحافة المكتوبة وفي الصحافة الرقمية وهذه من المختضيات اللي هتدخل حيث تنفيذ. ربعاء القوانين في المجال السمع البصري. تلفاز الرقمية وأخلاقية الإشهار والاتصال السمع البصري والقانون اللهكا. وربعاء القوانين في المجال ديال الصحافة والصحافة الرقمية. وجوج القوانين في المجال ديال الملكية الفكرية حقوق المؤلف. زائد 12 مرسوم زائد 30 قرار مجهود شريعي في المجال ديال الإعلام كينقل المغرب إلى جيل ثاني من الإصلاحات. وقضيتنا هو أن نصونا هذا المسار الإصلاحي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.